بسم الله الرحمن الرحيم حبائي وعزائي مشاهدي قناة الصح والجمال أصعد الله مساءكم وأصعد الله أوقاتكم يمكن نهارضه الحلقة التانية في الموسم التاني على الصح والجمال برنامجكم صوت النشئين بسعد دايماً معاكم وعايز أقول قبل الهوى يمكن أنتم بتشوفوش حاجات كتير أو بتحصل يعني عايز أشكر الأستاذ عازب عايز أشكر الأستاذ تامر عايز أشكر الأستاذ أيمن عايز أشكر السيد أحمد عايز أشكر كل اللي في الكنترول اللي موجود معايا اسم اسم على المجهود الخرافة اللي بتعامل قبل الهوى من الاستعداد للكاميرات والإضاءة اسمحوا لي يعني كان ليهم حق عندي أن أنا أشكرهم طبعاً طبعاً النهاردة أحداث جميلة جداً 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 على المستوى الشخصي فوز نادي المؤنين العرب النهاردة يمكن ببارك للمجلس الإدارة قبل الجهاز الفني على يعني عايز أقول الاستقرار الاستقرار مهم جداً 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 بأن المهندس محسن صلاح بأن المهندس محمد عادي اللي مش في العام على الكورة بأن الكابتن عماد وجهازه المحترم بأن كل اللعيبة اللي يمكن كانوا رجالة جداً النهاردة وإن شاء الله الفوز النهاردة ده يديهم دافع ويديهم ثقة في المباراة القادمة لعودة أمجاد ووضع نادي المؤنين العرب بالشكل المحترم في جدول المسابقة اسمحوا لي حيكون معايا النهاردة ديفين يعني دايماً أقول نجم الجد يبقى معايا أحمد حسام أحمد لعب نادي الزمالك السابع 2004 ولعب نادي النصر الحالي القاهري حيكون معايا الحدث العظيم جداً جداً الحدث الأروع لأول مرة في تاريخ نادي المؤنين العرب أنه يخرج بأكاديمياته خارج نطاق المحليات ويذهب إلى العالمية افتتاح أكاديمية نادي المؤنين العرب فرع دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة هيكون معايا المدير العام للأكاديمية المجتهد الكابتن أحمد عطية وأيضاً المدير العام لأكاديمية مدينة السلام ومدينة باتر اسمحوا لي نروح للأخبار سريعاً عايز يعني في البداية أنا أخوي وحبيبي وصديقي الإعلامي الأستاذ محمد عباس في وفاة شقيقه الأكبر اللواء سعد عباس رئيس صوت القاهرة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ومدير أمن مسبيره اللواء سعد عباس بنتمنى ربه بندعيله بأنه يكون بإذن الله يعني يجع المسواق الجنة بإذن الرحمن اللواء سعد عباس يعني توفى اليوم كان من الشخصات المحترمة جداً يمكن أنا أرتقيت بمرة واحدة لكن يعني هم الناس طيبين دايماً رحلتهم بتكون قصيرة في الحياة بنعي أخوي وحبيبي للمرة التانية الإعلام الجميل الأستاذ محمد عباس في وفاة شقيقه أيضاً بنعي أسرة كرة القدم والمسؤولين عن كرة القدم وكل من يهتم بكرة القدم في وفاة الكابتن أنا بعتبره من الكشاف يعني المحترم جداً كابتن رجب محمدين اللي توفى في حاجة جميلة جداً جداً عاش طول عمره عاشي للكرة وتوفى في الملعب توفى مع أبنائه في وسط أبنائه يمكن بعض المداربين كلموني قالولي لما حسي بالتعب أقنعنا يروح قال لك أنا عايز أموت في المكان اللي أنا بعشقه في النجيلة الخضرة اللي أنا طلعت من خلالها أجيال وأجيال اسمحوا لي يعني بني كل المصر في وفاة الكابتن رجب محمدين أيضاً عايز أشكر الكابتن محمد رضوان رئيس كطاع النشئين أبو قلب طيب الجميل اللي دايماً بيدينا مسأل في الأخلاق العالية مسأل في التواضع بيدينا حب للكيان يعني بادر بمبادرة جميلة جداً جداً هو وكل مداربين قطاع النشئين نادي المهون العرب يمكن جاء كمان بعض اللعيبة كمان يعني اللي قدوا النادي كتير الكابتن نابل مصر والكابتن ناسم إبراهيم عايز أشكره الكابتن رضوان على المبادرة الجميلة يمكن تكلم عليها أونسبورت في الاستود التحليلي وتكلم عنها معلقنا جميل كابتن محمد الغياتي عايز أقول المبادرة دي كان لها مفعول السحر قدي ايه كان في استقبالنا السيد المهندس محمد عادل قدي ايه كان في استقبالنا الكابتن عماد النحاس وكابتن علي عبدالجاني يمكن الصور معنا الكابتن رامع عادل كل الجهاز كان موجود الكابتن محمد فتحي بشكر كل المداربين اللي جم كان يوم الجمعة أمطار غزيرة جداً جداً بشكر الكابتن عبدالعز مصطفى بشكر الكابتن هبيتة بشكر الكابتن سامح يوسف بشكر الكابتن مصطفى مارين بشكل كابتن محمد رجب يعني كلهم موجودين على الشاشة معانا هو كابتن كبار جدا جدا كابتن محمود الشيمي كل مدربين القطاع قاموا بالمبادرة في عز المطر وعز سول أحوال الجوية لكن كانوا موجودين ودعمين للفريق الأول بنشكر بشماز محمد عادر على استقباله الهاي اللينا في الأستاذ وبنشكر كابتن عماد النحاس وكل اللعيبة اللي يمكن كان في عيونهم قديه الإصرار قديه العزيمة قديه المبادرة ديه كانت بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا جدا كانت دافع ليهم النهاردة إنهم يحققوا الفوز النهاردة على الجونا عايز أقول كابتن محمد رضوان هو ده كابتن محمد رضوان هو ده الأخلاق العالية مهما أقول يمكن أنا شاهدتي في حضرتك مجروحة يا كابتن محمد لكن بأمانة بأمانة هو ده المثال الطيب للإنكار الزياد لحب الكيان حب الكيانة يعني استاذ المشاهدين عارفين الأشخاص زائلون لكن الكيان دائما هو اللي باقي أيضا عايز يعني أقول أهني أخوي وحبيبي وصديقي وعشرة عمري بشفاءه اللي أنا يعني أنا من الناس اللي بعشاؤه أخلاقيا وأدبيا الأستاذ حبيبي وليد محمد عبدالله مساعد رئيس مصلحة الجمارك والمتابعة لتنفيذ المشروعات ورئيس الإدارة المركزية للدعم الإداري لمنطقة للمنطقة الوسطى والجنوبية أستاذ وليد بقولك حمد الله على السلامة تعرض لوعقة صحية من فترة لكن هو يعني بيحاول يتحامل وبيروح الشغل وأنا يعني ساعت بلقاءه وروحت اطمنت عليه في الشغل أتمنى يمكن صرته معانا الأستاذ وليد أخوي وحبيبي ياريت يعني ما يضغطش على نفسه في الشغل لأنه فعلا يعني كل حياته ودنيوته كلها هي الشغل في صورة عندك صغيرة أنا بعيدتها للإعداد أستاذ وليد موجودة عند حضرتك يا أستاذ أيمن لازل يعني قال لتأدير وقال لواجب إن أنا أهني وأقول له الحمد لله على السلامة الشخصيات المحترمة جدا 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 أخوي وحبيبي وصدقوني والله أنا يمكن يعني محبي جدا لشخصه راجل خدوم في عمله يعني من النوعات اللي نادرا ما تقبلها في شغلها يعني حاجة حاجة محترمة أستاذ أخوي وحبيبي وليد محمد عبد الله الصورة لأتوه ألا لسه طيب ليه تأخرنا كده كل حاجة موجودة في الإعداد عند الأستاذ أيمن فيعني أنا برضو عايز أقول هنرجع لها تاني ياريت الصورة ترفع لأيتوها طيب يا حبيبي هنرجع لها طبعا عايز أقول برضو الأستاذ معالي الوزير أشرف بصبحي الحمد لله رب العالمين يعني تدخل لحل الأزمة خاصة أزمة ناد الزمالك كلنا كنا قلقانين على فرينة الزمالك في رحلة طويلة جدا جدا النهاردة الحمد لله تدخل معالي الوزير أشرف صبحي وحل المشكلة لكن طبعا بنتمنى كل التوفيق والفوز طبعا لفرقة نادي الزمالك اللي بلاعب بطل السنغال أيضا بنتمنى الفوز للنادي الأهلي بنتمنى بنهني نادي بيرامز النهاردة على الفوز العظيم النهاردة ده كلها حاجة بترفع من اسم وشأن مصر في المحافل الرياضية واده صورة الوزير المحترم أشرف بصبحي بنشكور على المجهود اللي بزلوا النهاردة لتزليل العقائص الصعاب والعقبات أمام رحلة ناد الزمالك للسنغال صورة الأستاذ واليد موجودة معنا طيب يا حبيبي طبعا عايز أيضا أقول أن الدنيا بتجري سامول إتو ابنه بيقود منتخب الكاميرون للشباب كابتن سامول إتو النهاردة بنشوف ابنه خلفته في الملاعب إيتان إتو بيشارك في منتخب الكاميرون طبعا البعض كان اتهم الاتحاد الكورة هو المسؤولين عن الجهاز الفني بنعمة بيجاملوا إيتان إتو لكن النهاردة هو شارك في المباراة وأظهر مستوى عظيم جدا جدا وفعلا هو يمكن يكون ابن الوز عوام وهو من اللعيبة الكبار اللي حنشوفهم في نجوم نادي منتخب الكاميرون في الأيام اللي جاية إن شاء الله طبعا ببارك للأستاذة دينا عادل الشربيني بعيد ميلادها أستاذة دينا عادل الشربيني أبنة الأستاذ عادل الشربيني المدير سكرتير المدير التنفيذي لنادي المؤولين العرب عيد ميلادها النهاردة وبنهنيها وبنقول لها عبال مليون سنة ياريت بس الصور تنزل معانا بسرعة جماعنا بقولي القبر واحدة واحدة كأنني أنا يعني بستهجى الحروف ياريت الصورة تنزل معانا مباشرة بنهني الأستاذ عادل الشربيني بعيد ميلاد بنته الأستاذة دينا بنقول لها عبال مليون سنة يمكن أنا عيد تاني بنهني الأستاذة دينا عادل الشربيني دي برضو مش موجودة مش موجودة ولا صورة الأستاذ على فكرة صورة الأستاذ وليد أربعة في ستة موجودة مع الأستاذ آيمن على التليفون صورة صغيرة أربعة في ستة مش لقينا إزاي أكمل إيه أنا مفروض أطلع أنا خلصت الأخبار طلعني فاصل